هذه الخشبة امتصت من دمي شربت منها وشربت منك هذه الخشبة التي اخذت مني اكثر من ثلاثة ارباع عمري حقيقة اكثر من ثلاثة ارباع عمري بدأت في الخامس عشر وها انا في السبعين فهي ليست مأساة والدي وليست مأساة والدتي وانما هي مأساة ومأساة جماهير المحافظة كاملة وجماهير العراقي وهي مساعدة يعني الحضارة نحن موليرو كان نقدم اعمالها ما كان نقدمها بلغة الفرنسية الفصحى كان نقدمها بالساعات العامة اعمالنا المسرحية المسرح العراقي ما بدأ بالمسرحيات بدأت مسرحيات شهدية وهي كثير من الاعمال يعني النقلة والجيران من الاعمال المسرحية لما زالت في ذاكرة الفنان والشعب العراقي قدمت من اللغة الشعبية الدارجة نعم وقام عليها الاستخدام فهي أمنيات يعني مو بس أتمنى فرقة إبراهيم جمالة تسعي به والفرقة الأخرى والفرقة حتى التابعة للمؤسسة أنا تقوم بهذه الأعمال يعني نتمنى له بشهر مسرحية تقدم راح السيد مناكفة استغنى القوابيس من إخراج الراحة طالب جبار وتمثيري أنا والستان جبار التميمي والستان جاسم حمدي والمسرحية حقيقة حصلت على ثلاث جوائز في مهرجان المنتدى على ذاك في عام واحد تسعين أنا كنت أفضل ممثل فيها ثم عملنا ثلاث عملين موندراما هم تحت المطار وساعات كل خيول من تأريف الأستاذ جبار سرب العطية وإخراجي وتمثيري أنا وكان القاسمون الثالث المشترك والناقد المبدع حميد مزيد مار الله كان دراماتور جبني هذه الأعمال ثم عملتوا معه في مسلحية رجل منطي الأول مال تمثال عامل بالسبعين الثاني عربه كبير لبس الوقت بالسبعين صار الساحة السعيد وتحول تمثال اللي مولي مال سعيد هو مال الأباذر سعودي هم إن شاء الله من نفس المكان لا أعمالك أعمالك اللي تمثال الطالب والطالبي كان بالتأني وما سنت 68 مجموعة الأولى أو الوجبة الأولى من الخريجين بالجامعة بالبسرة تمثال آخر تمثال اللي هو الدولفين والحلو جندي نعم بالجسم بالأكاديمية البحرين نعم العيون كنت يا حين يا حلو يا عيون تسلم يا فرحا بالعمر يا ضيّن عيون العيون كنت يا حين يا حلو يا عيون تسلم يا فرحا بالعمر يا حلو يا عيون مربينا مربينا تلك الوسابينا مربينا مربينا مغضا مربينا ملاء مالك درعا دمعات العيون سالة مالك درعا دمعات العيون اشتركوا في القناة